أهلاً بكم معاكم أحمد عيد عبد الملك على فجول هرد على كل أسئلتكم الموضوع متساوي طبعاً بس يعني ممكن رشح يعني الزمالك اللي طالع من بطولة كبيرة ونشفة انتصارية الزمالك يكسب؟ يبقوا مركزين بس التركيز يبقى معدل مية في المية البرازيل طبعاً الماضشين كانوا كويسين بس البرازيلي الماضش البرازيل كان أحسن يعني بالنسبة لي إسلام أحمد سؤال اللي علاقة شوية بالذفاعات سجلت 82 هدف في الدوري إيه أهم هدف وليه وليه فريق كان عقد ده في مشيرتك مقدمتش تسجيل فيه هو يعني يمكن ماضش المقاولين والزمالك كان في الدوري سجلت هدفين في الماضش ده بس كان وقتها كان الماضش ده مهم جداً بالنسبة لنا اللي احنا نفرق كتير 8 نقط عن النادي الأهلي وسجلت بعد ضربة جزاء الشناء وصدها أحمد الشناء وصد ضربة الجزاء وردت رح تجابها هدف على طول في نفس اللعبة وجبت هدف تاني فهده كان هدف مهم برضه في مسيرتي وبنسبة لفريق ما سجلتش فيه يعني ما فيه غالباً يعني أغلبية الفرق الموجودة سجلت فيهم يعني الموجودين في الدوري أو الفرق الكبيرة اللي موجودة يعني أنا زمالكية وبحب الزمالك ومن عائلة كلها زمالكوية ووالدي لعي 11 سنة في نادي الزمالك بس كده بسام علاء أكتر بطولة غالية بالنسبالك حققتها مع الزمالك؟ دوري 2015 عمرون أكتر مدافع رخي من العيب تدري وقيل جمعة وشوء السعيد واحد بيقض واحد بيخرمش عمرون سلامة انت ليه كارف الأهلي؟ أنا بحب الزمالك محمود مصطفى أكتر خطير كانت في سرعة الزمالك مع أي جيل؟ الجيل اللي هو بتاع فترة من 2000 ل2004 الفترة دي كانت من أهم الفترات في تاريخ نادي الزمالك أحمد راجب يقول اسألوا ليه لما بتكره الأهلي كنت هتموت وتيجي تلعب هناك؟ أنا قلت قبل كده كتير ويردت كتير على السؤال دوت وقتها كان الموضوع متاح اللي أنا كنت ممكن ألعب في النادي الأهلي وما كانش عندي مشكلة وبرضو ممكن نفس السؤال يسألوا بعض اللاعبة موجودة في النادي الأهلي دلوقتي تلعت وهجمة النادي الأهلي على السوشيال ميديا أو في القنوات كلها موجودة دلوقتي بينادوا عليها في المدرج فلعيد كان في نادي الزمالك ورح النادي الأهلي دلوقتي محمد سيز يقدر يقولي ليه الأهلي يكسب الزمالك في المواجهات المباشرة اللي بتكون بتحكيم ألنادي بينهم علشان يبطروا نغمة إن التحكيم بيرجم الزمالك فترات الأهلي فدل يكسب عشان كانت الفرقة أقوى بس بثير لكن أنا شاف الفترات اللي فاتت يعني من 2015 للفترة دي 2014 الموضوع ماشي برضو رايح جاية ممكن يكون في الدوري لكن ماتشات كاس الزمالك خد بطولاته وخد فيها الصور وحتى الزمالك وهو وحش في السنة اللي هي بتاعت الدوري فإن شفاء مركز رابع كسب النادي الأهلي في الوقت ده فالموضوع عادي يعني فوزي بيقول أحمد ليلة عبد الملك لو كان لعبت إزا مالك من بدري كان هيبقى ليه دور أكبر مع المنتخف؟ ممكن ممكن آه بس يعني هي الحمد لله كان لها دور كبير بس كانت ممكن تزود من فرصة أكتر اللي أنا أشارك أكتر من كده يعني أحمد حسين بيسألك إيه أغلى جون جيتك في مسارك؟ أنا رديت على دواته أنه يمكن الجوان الغالية طبعا هو الجول دوت ويمكن جون في نادي المأولين في الدوري وفيه هدف مطش مصر والكونغو كان هدف صعب جدا وهدف حلو في نفس الوقت كانت الزاوية دايقة وحطيتها كان في تصفات كسر عالم وحطيتها من على الجنب وحطيتها كده بشكل كويس فده كان جول مهمة برضو بالنسبالي عن المنتخف كلامانجي بيقول إن في العادة لما بتبدأ كرة متأخر بيأثر على بيقصك البلانية وإنت بدأت كرة من في النادي وعمرك 17 سنة بكتني دا ناس كتير بيتبطل فيه بسبب إن هما بيتشغلوا بالدراسة أو بتجاهها أخر لدعبة أخرى السؤال بقى إن لو كنت إنت بدأت من بدري في سنة صغير وتأسست أحسن تبتكن كان هيفرق معاك أكتر ولا اللي حصل كميزة بيك؟ أو يمكن لو كنت متأسس كنت ممكن تفرق معايا في بداياتي بس لكن زي ما قلت إن عضلاتي ما تهلكتش في الفترة وأنا صغير دي فرقت معايا طبعا طبعا أسالي بالتدريب الحديثة فرقت معايا اللي أنا أكمل العمر دا كله في الفترات الأخيرة وفي نفس الوقت كنت محافظ بشكل كويس في التمرين في أكل في الشرب في النوم في الحاجات دي كلها كنت محافظ بشكل كويس يعني شكرا نكاة أنا جودت في الجول وياتمنى لك التوفيق شكر ليكم ومفسوط إن كنت معايا كل نهاردا